الوثائق المسربة للمستشار الأمريكي السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي دوارد سنودن تكشف عن تجسس أمريكي على إسرائيل التي وصفت عمليات التنصت الأمريكية والبريطانية المفترضة على رئيس الوزراء السابق يودا أولمرت بأنها غير مقبولة وخلال لقاء مع نوابه من حزب الليكوت في الكنسة الإسرائيلي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي لقد طلبت بأن يتم التحري بشأن المسائل التي نشرت خلال الأيام الماضية هناك أشياء لا يمكن أن نقوم بها في ظل العلاقات الوطيدة بين إسرائيل والولايات المتحدة ولا يمكن أن تقبل وأوردت صحيفة أمريكية أن وكالة الأمن القومي الأمريكي وإدارة الاستخبارات البريطانية راقبت أكثر من هدف في نحو ستين بلدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة وكانت إسرائيل وحليفتها الاستراتيجية تفقت على عدم التجسس على بعضهما عقب اعتقال المحلل السابق في البحرية الأمريكية جوناثان بولارد عام 1985 والذي زود إسرائيل بآلاف الوثائق السرية التي تخص عملية التجسس الأمريكية في العالم العربي ترجمة نانسي قنقر